لا تبرح المعاناة أن تفارق البصرة أزمات متعددة ومتتالية يربطها ببعضها فساد وإهمال حكومي متواصل في منطقة التنوم بقضاء شط العرب تأتي مناشدات الأهالي لإيجاد حل لمشكلتهم التي صنعتها مشاريع الإعمار المتلكئة والشركات الفاشلة التي تعاقدت معها الحكومة وثقا لما يقوله الأهالي الذين تظاهروا بعد أن طفح به ملكيل تطالب الحكومة المحلية في المحافظة والقضاء بالالتفات إلى هذه المناطق خدميا وسحف العمل من شركة ميتيتو سيئة الصيد بعد تلكؤها في العمل وما خلفته من دمار لأهالي المنطقة علما إنها استلمت العمل في مطلع عام 2011 وإلى الآن لم تنجز عملها بشكل صحيح وخلفت وراءها دمار للبنى التحتية بدلا من إعمارها مسؤولها المحافظة الحاليين يلقون باللائمة على الشركة المتلكئة والقوانين التي تحول دون إيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة وأمثالها التلكؤ مرة قلت لك أنا حشينا التلكؤ مرة من الشركة تطبق عليها الشرط الجزائي مرة من عندي أنا أنا شون من عندي حنا نقول القرار 347 أنا دائما نحشي هذا القرار لأنه أنا سميه سيئ الصيد هذا انطفى الزريع على الشركات ليس بس هي الشركة كل الشركات أنه أنتم أوقفتموني حتى لو كانوا متلكي قال أنتم أوقفتموني وإلا أنا كان أكمل عمل ولا يبدو أهالي قضاء شط العرب مقتنعين بالتبريرات التي تسوقها الجهات الحكومية أو الشركة المسؤولة عن المشروع بسبب مرور عشر سنوات على هذه المعاناة المزمنة إحنا كان الشوارعنا زينة ما بيها شي مصبوبة صبابة جديدة وأجوا وفلشوها فلشوا الحفرة والشوارع وتعالي أسألوه تروح وشوفها شنو حالها يعني جاي دوام حضوري وناس عندها مرضى يعني السيارة ما تقدر تطلعاني هسا منذر روح البيت سيارتها تركها بعد كيلو ونص عن بيتني يلا أقدر وحزين إذا عدي مريض شنو باشر الأطفال شون روحون للمدارس إحنا بال2021 يعني مدة العمل مالتها 18 شهر سنة سنتين تلاثة شفتوها شركة ما جاي تشتغل ما عندها أنجاز عدها آليات تلاثة مأجردين آجار شنو يعني هاد سنتم مضوحكم هاد ما أقدر والله يعني الثلاثة سنين أسحب العمل منهم شنو مخلينهم بعد أسحب العمل حتى عزمها بالقوة أطردهم من هذه المنطقة ونزل لشركة وخليهم هم هو القضاء الناس هسا مقبلة على شدة شنو أنهم الناس توصل لبيوتهم مشحوف نحن ما جاي نعرف ماكو أي حل هسي الناس تاهت هيتش ظلت لا يعني وضع القديم ولا هذا الوضع هذا مزري والله والله يفشل بس وياما تحشي أزمة تلوث المياه والكهرباء والبطالة وسوء الخدمات طابور طويل من الأزمات تضاعفها المشاريع المتلكئة والفاشلة التي تزيد من معاناة المواطن البصري بدلا من أن تجد لها الحلول ترجمة نانسي قنقر